يقع ميناء لانجو البري الدولي في حي سيكو ببنيد لانجو ويعتبر مركز لوجستي دولي محما على طول حزام وطريقة ومركز لتجميع وتوزيع البضائع الدولية ومنص حمال انفتاحها مقاطعة قانسو على الخارج يعد بناء ميناء لانجو البري الدولي في قانسو ممارسة عملية قامت بها مقاطعة قانسو لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق لقد فتحنا بضعة عشر ميناء على مر السنين الماضية بما حققنا تبادلات اقتصادية وتجارية مع اكثر من ثلاثين دولة ومنطقة على طول الحزام والطريق وبالتالي سنواكب تيار الاصلاح لبناء مركز توزيع للقطارات العائدة من اسيا الوسطى وبناء مركز تجاري لتجميع السيارات المحلية المصدرة الى الخارج استفادة من التنمية القوية لصناعة السيارات في البلاد حتى نحقق التجميع والارسال لصادرات السيارات في ميناء لانجو البري الدولي ومنذ اطلاق مشروع بناء ميناء لانجو البري الدولي لقد تم انتهاء من انشاء مشروع وظيفية اساسية كثيرة بما في ذلك ميناء لانجو للسكاك الحديدية ومركز شحن الحويات بالسكاك الحديدية ومن جمع الخدمات اللوجستية المتعددة الوسطى ويتم تشغيل ححاله وقد تم تشغيل ما مجمعه 1490 قطار دوريا ويرسال 97 ألف حاوية من البضايا تشمل الدول التي ترسل شهن اليها السكاك الحديدية في دونتشوان بشكل رئيسي البداية الواقع على طول هزام الطريق بما في ذلك الدول الخامس في اسيا وسطى والنيبال وأفغانستان وروسيا وبيلاروسيا وفرنسا والمانيا وما إلى ذلك حتى الآن لقد افتتحنا 172 قطار دوليا فيما استطرنا اليها 7128 سيارات افتتحنا مؤخرا 20 قطارا بما استطرنا إلى اسيا وسطى 580 سيارات كما استطرنا إلى أوروبا يعني روسيا وبيلاروسيا 116 سيارات بأربع قطارات أشارت الجلسة كاملة الثالثة لللجنة المركزية العشرين لحزب شعي الصيني إلى أن الانفتاح ألا موادح على تحديث الصيني النمطي في السنوات الأخير افتتحت مغاطعة قنسو ما يقرب من عشر خطوط شحن الدولية بما في ذلك خاتلانجو بنكوك وخاتلانجو لاهور وخاتلانجو بننبح وخاتلانجو قبحاقن وخاتلانجو موسكو وخاتلانجو الماتي مما يوفر دفع محمد لاندماج قنسو العميق في تنمية عالية جودة لمبادر حزام والطريق كونسو بداية هذا العام من خلال تعميق تعاون مع شركات من سلسلة صناعة السفر الجوي أدفنا أكثر من خمسين خطا لنقل الركاب وبداية داخل وخارج المقاطع إلى بلدان واقعة على طول حزام والطريق بحيث نمت عدد المسافرين وبداية التي نتعامل معها بسرعة كبيرة مع الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع توسع مطار جونجو الدولي في لانجو سيكون أساس الممرئة الجوية لطريق الحرير في مقاطع قنسو أكثر الصلابة إن العداد المصمم للمسافرين الذين يتعامل معهم مطار جونجو الدولي بعد مرحلة الثالثة من مشروع توسع هي 38 مليون شخص والحجم المصمم للبداية هو 300 ألف طن إن العداد المصمم لأعماليات الإقلاع وخبط هي 300 ألف مرة يحتوي المشروع بأكمله على مدرجين جديدين و420 مليون متر مربع من المحطات وسيتم تحقيق تنفيذ كافة الأعمال بشكل ذكي من جدولة الرحلات إلى خدمة الركاب وبلغت نسبة موات تقل جديد المستقامة في بنا المشروع الثالثة وسبعين بالمئة أعمال لأعماليات الإقلاع ترجمة نانسي قنقر